موسيقى صباح الخير بحلقة أخبار الصباح ليوم الثانين 28 نيسان بمنطقة ماجعيون صورة بتعكس فشل الدولي والمجتمع الدولي لمعالجة قضية النازحين السوريين للبنان تكريم لشهداء الصحافة وأعلاميين بارزين بتنظيم من حزب الوطنيين الأحرار آخر إصدارات الكتب مع زمينتنا مريم الحج ومعرض جديد للفنان فؤاد تابت بأزفي صيفي فيلج أما ضيفنا إلى اليوم فهو بيتر فارس أحد منظمي مهرجين الربيع لنحكي أكتر عن فعلياته ولكن البداية مثلك الصباح بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخط الأستاذ محمد غازي لايفيدنا بتفاصيل أكتر عن طاقس بداية هالأسبوع كيف رح بيبلش وكيف رح تخلص معنا هالجماعة صباح الخير أستاذ محمد صباح النوري هلا كيفك الحمد لله تمام والطاقس أزلنا ليه خد فكرة عنه الطاقس ربيعي مستقر على الحوض الشارع إلى المتوسط اليوم قليل الغيوم في ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة نعم تلاتة مشمس كمان قليل الغيوم في انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والأربعة مشمس كمان إجمالا والحرارة بتبقى مثل ما هي هالإنخفاض البسيطة أنا نحكي درجة أو درجة درجة مش أكتر مش أكتر والرطوبة قديش رح بتكون اليوم الرطوبة بتوصل للـ 75 بين 55 و 55% نعم والبحر معتدل وحرارة الماء 21 نعم شكرا لك أستاذ محمد نحنا نتمنى لك بداية أسبوع حلوة وموفقة جويل صباح الخير صباح الخير بيالات صباح الخير لكل اللي اللي عم يتابعونا مثل العادة محطة سياسية أولى نبدأ مع جولة على أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم بعد صباحنا بداية مع صحيفة النهار لرئيس الأربعاء وبر الأسلوب جديد اللجنة تنجز سلسلة الرواتب مخفضة ومقصطة مكاري وأبو فعور إلى جدة للقاء الحريري وعودة جعبيد منها ضمن محليات النهار هون ريحلو لاعقلانية في أنا والفراغ النظام تقدم في اللادقية والمعارضة في الأنايترا سوريا تجاوزت مهلة تسليم السلاح الكيموي أيضا ضمن افتتاحية النهار بقلم نيلة ويني في وطن الأنا أو لا أحد بختم مع الصورة الرئيسية للنهار وهي حملة عنوان بابا وين قدس بابا وين وهو صورة ليوم تاريخي شهده الفاتيكان بارح حيث تم أعلان قديسة البابا وين الطبويين يحنى بولو ستانة ويحنى الثالث والعشرين يلي غيروا مصار الكنيسة الكاتوليكية بالأرن العشرين بنت إلا صحيفة السفير الابن يحتاج ورثتها شرعيا عن أبي غاز النهر الشمالي الكبير يعود لسيادة لبنان بيروت تحيي مأوية هيوغو تشافاز افتتاح كفاء عائدون في حرج بيروت عودة الطلاق الفعلي إلى اللقاءات المهنية وأيضا ضمن السفير الحق في وهب الأعضاء الاصطناعية بعد الموت من السفير لأبرز عنوين صحيفة الحياة لليوم ليبيا تعطل عملية اغتيار رئيس حكومة بعد مطالبة نواب بتنحي رئيس البرلمان أولا مثول سيف القذافي أمام محكمة طرابلس للمرة الأولى عبر دائرة مغلقة إصباح للحياة ترشحيا في المسرحة عن الانتخابات رفض تعميم العقاب على الإخوان وشدد على أمن الخليج ضمن افتتاحية الحياة بقلم غسان شربل أوباما في الغابة المعارضة تسيطر على تلة في الجولان وغارات عراقية في سوريا النظام يبكي 8% من الترسان الكيموية ومنظمة الحضر بصدد التحقيق في استخدام لكلور الانتخابات العراقية تبدأ في الخارج وتوتر وأعمال عنف في الداخل الصدر يطالب بتحمل النتائج وعلاوي يحذر من التزوير من الحياة لأبرز عنوين صحيفة المستقبل 8 أذار مستمرة بالتعطيل والراعي يستنجد بالقديسين مشاورات على نار هادئة لإقرار سلة تعينات جديدة يحنى الثالث والعشرون ويحنى بولوس الثاني قديسان الجيش الحر يقطع طريقة دماشق بغداد غارة جوية عراقية على البوكمال وثوار يفجرون مبنى حكوميا في حلب السيسي يهاجم القطاب الديني غير المرتبط بالعصر ضمن العنوين الداخلية بالمستقبل جملات بيضة قبان الانتخاب للنصاب تورط حزب الله في القتال في سوريا مع بدء القمع كانوا هناك سلسلة الرواتب تدفع الطبقة الوسطى إلى الهاوية والحل توفير الخدمات وهنا عم نشوف الصورة الرئيسية للمستقبل وهي للرئيس سليمين والبطرك الراعي بكنيسة مارمارون بروما من المستقبل أبرز عنوين صحيفة الأنوار حضور لبناني في يوم القداسة في الفاتيكا نواب من كتلة المستقبل ينفون عقد صفقة رئاسية مع عون وموقف لجعجع اليوم طائرات عراقية تهاجم قافلة صهريجا لداعش في سوريا حرب عون ليس مرشحا توفقيا والحريري لا ينسى تصرفاته معه ضمن التحليل السياس بصحيفة الأنوار الجلسة الثانية الأربعاء بين أسئلة التمنيات وأجوبة الفرضيات وأيضا ضمن الأنوار القوات السعودية تختتم غدا أضخم مناورات عسكرية في تاريخها بنتقل لعنوين صحيفة اللواء حرب لبنانية باردة على جبهة الرئاسة وموفد جملطي إلى الحريري حزب الله لا مكان لرئيس معاد للمقاومة 14 أدار تاريخ عون استفزازي شهادات ووقائع عند ضفة السنة التاسعة للملك عبدالله تدمير منظم لحلب ومطاردة عراقية لداعش المعارضة تحاول ربط القنيترا بدرعة و8% من ترسنة الكيموي لم تسحب أخيرا ضمن اللواء السيسي يدعو المصريين إلى المشاركة بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية من اللواء لأبرز عنوين صحيفة البلد الصادرة لليوم صوت الشارع يعلو وسيف النصاب الرئاسي مصلط الصورة الرئيسية للبلد حملت عنوين عرس قداسة من البلد لترجم إلى أبرز عنوين صحيفة الديلستار الانتخابات الرئاسية محكومة بالفشل من دون التوصل إلى توافق في الآراء كاثوليكيو العالم يشهدون على تقديس بابا وين وأخيرا أوكرانيا تطلق رهينة سويدية وبقاء سبع آخرين رهن الحجز بنتقل لا ترجم إلى أبرز عنوين صحيفة لوريان لجور لحظة تاريخية في حاضرة الفاتيكان البابا فرانسيس القديسون هم الذين يعطونا زخما للكنيسة حضور لبناني كبير في التقديس الفاتيكاني وإذا مع هذا العنوين بختم عنوين لوريان لجور لأنتقل أبرز عنوين صحيفة الشرق أسبوع حافل بالتظاهرات والإضرابات والاعتصامات لا تعديل في الترشحات والجلسة متعذرة الأربعاء ضمن رأي الشرق لليوم بقلم معون الكعكي القضية محكمة وليست قضية حريات وبختم مع الصورة الرئيسية للشرق اللي حملت عنوين القديسان عاشا بيننا بنتقل أبرز عنوين صحيفة الشرق الأوسط حكومة المالك تنقل معركتها ضد داعش إلى سوريا منتسب الجيش والشرطة يقترعون في انتخابات العراق اليوم عباس تنتظرنا أشهر صعبة سياسيا وماليا مصر والأردن في مناورات عسكرية خليجية السجن المؤبد لثمانية مدانين بالإرهاب في البحرين تحرق أمريكي ضد الصين انطلاقا من الفلبين وبختم مع الصورة الرئيسية للشرق الأوسط اللي حملت عنوين سيف الإسلام القضافي يحاكم تلفزيونيا وهنا عم نشوف صورة لسيف الإسلام نجل العقيد اللي بالراحل معمر القضافي وهو عم يخضع للاستجواب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمة أركان النظام السابق بطرابلوس مبارح بنتقل أبرز عنوين صحيفة الأخبار ويلي حملت عنوين الصمت صوت وأخيرا قصة خطف أو الصمت موت قصة خطف في عرسال المقاتلون السوريون لا يزالون هنا بنتقل عنوين الجمهورية إضرابات تواكب البحث عن رئيس يوم القداسة هي السورة الرئيسية وأيضا أيلول خط أحمر لبنان لوحده بعد فشل الوساطة الأمريكية وأخيرا الجميل رئيسا للصناعيين أبوابنا مفتوحة للجميع مع هالعنوين ما يكون وصلنا لختم جولتنا على عنوين الصحف رح أتوقف مع أول فاصل ونرجع